أنه لو الدعم بالموقف مهم بس بعد تخلي كل الدول العربية اليوم عن دعم القضية الفلسطينية عن المقاومة الفلسطينية لو لا الدعم الإيراني بالسلاح وبالمال ما أدرت اليوم حركة حماس تعمل اللي عملته لأنه آخر شيء عملته بهذا السلاح وبالدعم المادي والإمكانيات فبالتالي شو رأيك يعني من دعم إيراني بالمنطقة ونظام سياسي والدولي تدعم المقاومة لا قدرة لديهم اليوم هناك مسارات مختلفة في هذا المسار هو موجود ما انتهى ولا يوم موجود منذ سنوات وسنوات والصراع مفتوح ومستمر وهناك مسار آخر هو مسار بدأ علنية في أوسلو وكمان أيضا مستمر ما فيك تقاتل إلى الأبد وما فيك كمان تحمل خصن الزيتون فقط في حين أنه لا حقوق عم ترجع ولا دولة عم تقدر تبني ولا في كرامة عيش لدى الفلسطينيين لا في الداخل ولا ولا في غزة ولا في الضفة ولا بأي محل عندك بعد فلسطين شتات موجود في كل العالم كمان قضيتهم منتهت هناك صراع مستمر اللي صار هو أساسي ومفصلي ومهم كيف بدأ تروح الأمور لذلك ما أعتقد علينا كلنا الترقب والانتظار ما في غلط إذا استفادة اليوم من تقاطع ربما الأجندات والمصالح والاستفادة من الدعم الإيراني يا سيدي أنا بس مشكلة بالموضوع وبالجانب اللبناني أنه بالنهاية هذا البلد ما حدا بيعن مصلحة لبنان واللبنانيين كل واحد بيشوف شو هي المصالح والأجندة الخارجية وبيرجع بطبقا لهذه المصالح والأجندة بيتصرف نحن عم نقول اليوم وهيدا موقف بعتقد بعبر عن كتير من الناس اللي ممكن يكونوا عم يسمعونا هلأ لا هناك المصلحة اللبنانية بنا نطلع فيها لأنه نحن صرنا بمحل لا نحتمل أي مغامرات جديدة وذكرت وقالت موضوع لو كنت أعلم 2006 ما بعده ماسل أمام الأعين في حدا ما عم بحكيك عن الجيل الحرب الأهلية ما عم بحكيك عن 2006 رامس يعني وعيين كلنا ليومه اللي صار وكننا بعضنا بظروف فعلا يعني اللبنان كان بمطرح آخر اللي منه شايف اليوم الدقة الحالة اللبنانية لا تحتمل أن يكون ساحة أصلا يعني بعتقد فيه مشكلة كتير كبيرة بالسياسة بمنطقه بنظرته للأمور فبدي أقول لك شغلة موضوع الحماس وغيره وأنه واحد يجي يقول أنا هلأ اللحظة المؤاتية أني أقضي على إسرائيل لا اليوم بدنا نكون فعلا منطقيين وباقعين إسرائيل توجه لها وجهت لها ضربة كبيرة جدا بس اليوم بعد هناك كيان موجود بجيش مدجج بعد السكنة عسكرية واليوم لحيكون في جسر جوي وإمداد ومساعدة ومساندة من كتير من العالم خلينا نقول لإسرائيل ولمساعدة إسرائيل وهذا واضح بالمواقف اللي عم نقريهم أنوياك يعني ما حدا حتى عم بيحض هذه العملية البطولية بإطارة أو عم بيقول ليه الفلسطينيين قاموا بهذه العملية عم بيكون في تصوير كأنه شيء معزول لدولة مسالمة بالعالم ونعمل عملية تجاهها لا هو اللي اخترقوا سكنة عسكرية بكل معنى الكلمة مستوطنات اللي هو أقزع وأبشع ممكن شيء تبنيه أو تعامله للبشر حتى للمستوطن للي جاي يقعد ببيته أرض لواحد تاني ويستمر ويقعد ويزرعه كأنه أرضه كأنه بيته هذا شيء غير مقبول لا إنسانيا ولا أخلاقيا فلذلك عم نقول كل مساندة وكل دعم ولكن الدعم والمساندة بيكونوا بالمنطق والعقل وبما نستطيع فعله إذا أنا ما عندي لإدراء شيء أن أعمله أو أتحمله اليوم أنت عم تتخيل اليوم مرة جديدة الجنوب يرجع لصورة 2006 يعني حدا نسي حدا نسي حدا بيعرف اليوم الدين مشاكل الداخلية اللبنانية لا تسمح لا يوجد بقى ما يسميه حسب الله البيئة الحاضن ولا مطرح ولا مطرح بالعالم معلي هيدا الكلام الصريح لازم نسمعه لازم نحكيه لأن نحن ممكن نروح إلى المجهول اليوم إلى كل الاحتمالات مفتوحة وكمان مرة جديدة رامز ضرب غزة بوجود هذا العدد وهذا الكم من الأسرة إسرائيل مكبلة شو اللي بيكبلها بلبنان إلا اليوم شو اللي بيكبلها شو اللي بيوقفها وخاصة مع هذا الدعم اللي عند حزب الله اليوم وقوة الردع اللي بيمتلكها هي اللي أمنت هذه الحماية للبنان يا سيدي ما علينا إلا أنه ناشد العقل والمنطق شو فيك تعمل أكتر من ذلك هيدا اللي عم بقوله اليوم وكيف بتروح الأمور والمسائل الله يستر هيدا البلد بس هالأد فيك تقول الله يستره والله يساعد لبنان واللبنان أصلا شو فيه سوء تاني ما أنت قال لي اليوم محمود عباس وينه على الخريطة حدا عم بيلاقيه حدا بيعرف شو عم بيعمل يعني فيه مسار كمان أنهى نفسه أنهك نفسه وأنهك الفلسطينيين قاعد رئيس إلى الأبد من دون أي إنجاز من دون أي شيء